بسم الله الرحمن الرحيم في البداية انا الدكتور احمد عطية دهشان حابب انوح في البداية ان الحلقة اللي هنا مخصصة للاطباء واذا كنت غير متخصص بتشاهد الحلقة بتاعتنا لا مانا شاهد الحلقة لكن قبل ان تستخدم اي ادوية الرجاء ثم الرجاء ثم الرجاء ارجع لطبيبك قبل استخدام اي دواء فقد يكون هناك تداخلات دوية خلونا نبدأ في البداية اول حاجة نتكلم فيها عن رشدة المولود الجديد ما نجي نتكلم عن رشدة المولود الجديد هنقول ان فيه اربع حاجات اساسية اول حاجة بنكتبها بنكتب حاجة لتجنب عدوى العين بشكل خاص وبنكتب حاجة تانية لتجنب العدوى بشكل عام وبنكتب حاجة تالتة لحماية الجلد وبنكتب حاجة ربعة للتجذية في حالة ناص التغذية يلا نمسك واحدة واحدة كل حاجة من الاربع حاجات دي بحيث ان احنا نبقى فاهمين في حالة التغذية عند اللزوم بنكتب حاجة اسمها البيبي درينك البيبي درينك ده بنكتبه عند اللزوم بنكتب لحماية الجلد بنكتب الجونسون بيبي اويل وفي حالة لتجنب العدوى بشكل عام بنكتب حاجة اسمها الالكوهول فور امبليكياس ولتجنب عدوى العين بشكل خاص بنكتب حاجة اسمها توبرين اي دروب الرشدة التانية اللي معنا في الحلقة بتاعتنا النهارده رشدة لعلاج الصفرة بعد الولادة بصوا يا جماعة ما لجي نتكلم عن رشدة لعلاج الصفرة بعد الولادة لازم نبقى فاهمين حاجة كويس قوي ان الطفل في حالة وجود الصفرة بيعرض لضوء ابيض للتخلص من الصفرة بعد الولادة يبقى ايه الطفل بيعرض بيعرض لضوء اه ابيض اه للتخلص من الصفرة اه بعد الولادة اه هناك اصناف ادوية تكتب اه يعني طبيب الاطفال اه تخصص اه طبيب الاطفال بيكتب له حاجة بيبقى فيها فيتامينات متعددة زي فيتامين اي الف وفيتامين اه ب وفيتامين سي اه وفيتامين دي مجموعة من الفيتامينات بيكتب له اه في حاجات كتيرة جدا موجودة في الماركت لكن كل اللي انا عايزكم تعرفوه ان الطفل يعرض لضوء ابيض للتخلص من الصفرة بعد الولادة اه من خلال اه اللي هو بيسموه العلاج بالضوء او الفوتو ثرابي وكده تكون اه خلصة الحلقة بتاعتنا النهاردة شكرا ليكم على طيب المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته